اليوم بغريب عجيب مع نانسي بدنا نخبي موجو البحر بالقلب القنينة غريب عجيب مع نانسي مرحبا يا حلمين اهلا وسهلا فيكن بغريب عجيب معي انا نانسي بكل حلقة نعمل اختبارات من اشياء موجودة لعننا بالبيب ونتعلم فيها شي جديد كل مرة وما تقسوا تنتروني لاخر الحلقة تشوف خبه بالقلبة العلوم غرض صغير ممكن يعمل الاختبار احلى او ادوى اليوم بدنا نخبي موجو البحر بالقنينة شو بدنا نحضر خليكم معايتا نشوف شو بدنا كرميتا نخبي الموجو بقلب القنينة اول شي بدنا يهي بدنا مي وبدنا بيبي اول يكون لونه ترانسبارنت يعني ما قلو نول بدنا قنينة شو مكان نوعه حياله نوعه او حياله شايف بدكم اهم الشي تقدر تحملوه بيديكم وكمان بدنا فود كالورينج لونه ازرق بدنا صحن وبدنا امام واخر الشي بدنا تلزيقه ومقص كرميلة نختم القنينة وهيك منكن صرنا جاهزين جريب خريب جريب خريب جريب خريب خلق من بعد ما حضرنا الاغرار صرنا جاهزين نجريب ونخريب اول شي بدنا نعمله بدنا نعبي العنينة مي ومنعبي تقريبا نصه مي وتحطه نقطة تلوين طعام نخلط تلوين الطعام بالمي انا بحض نون البحر يكون قرمأ شوية وما حض نقطة ثانية خلق صار لونا متل موجو البحر وهلا بدنا نعبي فوق المي زيت انا بعرف انكم لاحظتوا انه الزيت ما نخلط بالمي وهلا بعد شوية بنعرف ليه وبدنا نجرب قدمة فينا نوصل الزيت لراس القنينة وبتاخده الغطى طبع القنينة وبتسكروا بما انه الزيت والمي ما نخلطوا كيف ما بطبه القنينة بيتحرك الزيت مع المي بيصير عندكم متل موج بقلب القنينة وكرميلتها ما حدا يقدر يفتح لكم القنينة فيكم تجيبو تلزير يلي ضد المي وتلزقوها مسقود هيك ما بتعود تروح مي خلينا نشوف شو صار مسار وكيف عملنا هيدا الاختبال شو صار مسار خبرونا شو صار الاختبال شو صار مسار وكيف قدرنا نعمل موج بقلب القنينة الهوا هو يلي بيسبب الموج بالبحر بس الهوا يتحرك متل ما عم يتحرك الزيت هلا بيحمل معه المي وبيصير يحركه معه ليه الزيت دلو وق فوق المي المي قد قلم الزيت مشين هيك دايما المي بتنزل لتحت والزيت بيطلع لفوق والزيت ابدا ابدا ما بيحب ينخلط بالمي مشين هيكه قد ما تخطو القنينة وتتركوها تتفوق بتلاقو انو الزيت وصل عن المي وهي بتكونوا صلتوا تعرفوا كيف بيصير الموج وشي صار مسار خليكم معي بتشوفوا شو فيه بالعلبة اليوم لعلبة العلوم علبة العلوم هلا قصرنا جايزين نشوف شو فيه بالعلبة العلوم لليوم خلونا نشوف سوا وضع هذه الماثر Fest واووووووووه علبة العلوم مبخبيي بني كتير ا disposeنا اليوم خباتنا مقص وقع فقط نستعمل ماصر بدنا نسأل اهلنا تاي ساعدونا ملائط صغار أصaba كتير صغير و مخبا common صغير ومبخبيه بمپوم zotylla там صغير وشو رأنا نشيع منه بي كل هول الاغرات بدي اعمل شقطوره صغير يم جلب�ة menyضبق ما بديها تخوش على وجه الزيت قصيت شقفة من الدكتين وعملتها بشكل مستطيل و هلأ بدي قصها بشكل شراع بدي يجيب واحد من هيدولي الملاقف الازدار بتليقون بالكرافت ستورس ليه نقيت هيدولي الملاقف الخشب لأنه الخشب معروف انه كسيفته منه كتير عالية و بدي يفوش على وجه الماء نزلت الشخطورة و سارت من قلب الماء هلأ بدي أرجع سكر القنينة لاحظتو كيف الشخطورة واقفة على وجه الماء بس نطب بالقنينة بيصير كأنه عندكون بوت علقاء بالموج بالبحر هناك كمان نزيد غير اشياء بحزيد شوية صدف ووو! قولكم فيكم تلاقوا شي يفوش على وجه الزيت لمش على وجه الماء بس تصيروا اكدين من كل الاغراد اللي بتكنيها بتجيبوا التلزيقة وبتسكروا مزبوط ان شاء الله تكونوا حبيتوا الاختبار اليوم انا بشوفكم بالمرة الجاية وما تتسوا اذا ما شربتم ما تعلمتم شوفكم بالمرة الجاية باي